قبل ما انتقل الى مباريات الدوري شفت مباريات الاهلي او مبارتي الاهلي امام الترجي ذهابا وايابا ازاي لا شفتهم طبعا بفكر يعني بوجهتين نظر مختلفين شوية وجهة تمثل النادي الاهلي وحتى تخص الترجي الحتة التخص نادل الاهلي كان مركز قوي مسلماني عمل حاجة يعني الى حد ما انا شايفها كان فيها مخاطرة انه ادى اجازة قبل المباراة الاونية لو تفتكن ادى 6 ايام دي عملت له نوع من الراحة وفوقت اللعيبة لانه كان مضغوط قبلها في مباريات وطلع من ميلودي سانداونز من جنوب افريقيا لعب سوبر في قطر ثم بعد ذلك رجع يعني الفترة الضغط دي فلما في لقى فرصة انه يدي 5-6 ايام راحة دول فعلا فرقوا في معدلات المعدلات البدنية والاجهاد وكل ما يعني كان حوالين الفرقة من الصفر والاجهاد وضغط المباراة على فكرة كمان قدر قدر انه يعمل الجيم ده وفيه توفيق طبعا فيه توفيق في القرار ده وبصراحة ما تشين الترجي اروع ما يكون يعني انا 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 افتكر مباراة اونية كمان كان ممكن نعمل سكور كبير جدا اه اه يعني لكن النهاردة في 2021 الاهلي بيكسب الترجي رايح جاي ايه وده يعني تاخدك لمكان تاني وريكورز تاني ان انت بتتربع على العرش افريقيا انا شايف انه 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 الحتة دي اه او المباراةين دول بشكل اه اساسي اه فعلا نقله نادي القالي اه نقلة تانية النقطة اللي واخدها برضو تكملة لما حدث هو جزء على نادي الترجي شوية فيه نادي الترجي اه معين الشعباني مش هيكمل ومعروف اه من من رئيس نادي الترجي اللي هو حمد المعدد ان انه هو مش هيكمل مع معين الشعباني هنا عملت نوع شوية من عدم الاستقرار في الفريق اوكي يمكن انا يعني شوية عندي معلومات اه دقيقة شوية عن الترجي فا اه بحكم انه هو بطل تونس وهو اقوى فريق في تونس وهو دايما اللي بيلعب في بطولة افريقيا على طوله بيتواجد في بطولة افريقيا دي عملت نوع من عدم الاستقرار فانت عارف برضو اوحش حاجة ان انت تلعب في فريق ويكون انت عارف ان المدير الفني بتاعه مش مستمر فعملت نوع من ما حدث فيه المباراة من الجمهور لو تفتكر وتأخر المباراة وان يحصل ضرب بالشكل ده ده كله عدم تحكم في الجمهور وعدم يعني عايز اقول ايه استقرار الوضع هناك في الترجي حتى بالنسبة لجمهوره كل ده كان من العوامل الايجابية للنادي الاهلي ومن لعبة النادي الاهلي هم حاولوا يعملوا حاجة زي 2018 بس بطريقة مختلفة جت باثار عكسية على فريق الترجي في المباراة اللي هناك وهي دي قدت جزء كبير قوي من التأهل وسهلت بشكل كبير قوي عمرات العاودة لكن جهاز الفني بتاع النادي الاهلي درس الترجي بشكل كويس لعبة النادي الاهلي مركزة جدا عندها الاسرار انها تضيف البطولة التانية على التوالي والعشرة للنادي الاهلي ودايما النادي الاهلي بيقيس بطولاته يعني النادي الاهلي ما شاء الله دايما بيقيس بطولاته بي او مقياسه هو بطولة افريقيا يعني بيبقى عينه على بطولة افريقيا عايزي ايس نفسه انا فيهم من بطولة افريقيا فدي حاجة بتخليه حتة مختلفة يعني فيه فرق تانية طموحها أنها تاخد دوري دوري المصري الأهلي مش باصس حتة الدوري طبعا بيركزوا بطولة مهمة جدا وبطولة بيحارب عليها لأن نادي جمهور يعني بطولة محببة لجمهور النادي الأهلي لكن طموحه باصس على أفريقيا كاسعلم أندية الحاجات اللي هي ما بيقدرش أو يعني بتميزه في أفريقيا وعالميا